أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طهى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش التوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى وإن تجهز بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو لول أسلاء حسنًا وهل أتاك حديث موسى؟ موسى 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 إني أنا ربك فاخلق نحليك إلك بالغادي المقدس فوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فعبد لي لا إله إلا أنا فعبد لي وأقوم صلاة بذكري إن الساعة آتية أكاد أخصيها لتجزى كل نفس لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يفدنك عنها من لا يؤمن بها اتبع هرعاه فتردا وما فيك بيمينك يا موسى قال لي عفاياك واتقوا عليها وأهش بها على ظنمي أتوقع عليها وأهش بها على ظنمي وليفيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها لا تخفتا وعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية آية أخرى مريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه انطرى اذهب إلى فرعون إنه انطرى قال رب الشرح لي صادري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وجعل لي وزيرا من أهلي عارون أخي اشدد به أذري اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا قال إنك كنت بنا بصيرا قال قد أتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في الثابوت أن قذفيه في الثابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل فليلقي اليم بالساحل يأخذ وعدو أولي وعدوله وألقيت عليك محمة مني ولي تفنع على عيني إذ تمتي أختك فتقول أن أللكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرع عينها ولا تحزن ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من العم وفتناك فتونا فنجيناك في أهل مدينة ثم جئت على قبر ثم جئت على قبري يا موسى يا موسى أصنعتك لنفسي يا موسى يا موسى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه صار فقولا له قولا ليذاً لعله يتذكر أو يغشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتي ياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعلبهم قد دئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل سيء قلقه ثم هبى قال فما بال القرود الأولى قال فما بال القرود الأولى قال عن دعاء عند ربي في كتاب لا يضل ربي على ينسى بالقرود الأولى قال يوسى قال أنني جعل لكم الأرض بهدا و�를أت هناك شبل وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا فأخرجنا به أزواجا من نبات شفاكل وضعوا أنعامكم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ رُزِعُ لِنْهَا منها خلقناكم عفيا نعيدكم ومنها نخرجكم سارة أخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَا قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُغْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَمْتَ مَكَانًا سُوَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْتَرَ النَّاسُ بُحَا فَتَوَلَّا فِي الْعَوْلُ فَجَمَعَ سَيْدَهُ ثُمَّ أَتَاءَ قَالَ لَمُّ سَوَيْ لَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَمُ اللَّهِ كَيْبًا فَيُسْحِتَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَمُ اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَا بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجِوَى قَالُوا إِنْ هَذَانِ وَسَاحِرَانِ يُريدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ يُريدانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا وَيَلْحَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُسْلَى فَأَنِبْعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا فَفَّةً وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ